اشتركوا في القناة رئيس لجنة الحكام بالرد على كافة شكاوي الأندية بخصوص الأخطاء التحكمية أتمنى يا رب يكون في ردود حتى على الأخطاء التحكمية للأهل تكلم عليها قبل كده وحتى اللي بنشوفها في مباريات الفرق المنافسة معانا في الدولة العام ولكن دكتور أهاب الكومي قال جملة مهمة جداً مش هنساها لأن أكيد هنشوف تبعاتها في الفترة اللي جاي قال إن بنسبة كبيرة بريرة سيرحل في نهاية الموسم عقب نهاية الموسم مع ختام تعاقده مع التحاد الكورة سواء رحل أو لم يرحل لحين اتخاذ القرار النهائي والمعلم من قبل اتحاد الكورة أتمنى أتمنى إن التجربة دي الناس هتحكم عليها بناء على فكرة إن الخبير البرتغالي اللي جيه ما كانش كويس أو كلتنبرجي ما كانش كويس فييجي حد مصري المشكلة مش في الجنسية المشكلة مصري ولا أوروبي لا المشكلة في حاجة تانية خالص أنت اخترت مين بدليل إن فيه اتحادات تانية بتجيب جنسيات أخرى لإدارة ملف التحكيم يعني ده مش عيب عندنا الكابتن تامر دوري رئيس لجنة الحكام في لبنان عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح محاضر وخبير تحكيمي في الاتحاد الإماراتي فعندنا كوادر اشتغلت برة وشغالة برة فده مش أمر عيب فبالتالي لو ماشي بريرة أكيد لازم تكرر التجربة بس ساعتها هنسألك هتجيب أي حد ولا هتختار بعناية عشان ما تفسدش التجربة ده كلام مهم جدا كان لازم أقوله دلوقتي الاتحاد الكرة في هذا الشعب طيب تعالوا بقى ننتقل للكرة اللي بجد لأن الكرة بجد دلوقتي موجودة في ألمانيا ليه؟ بطولة اليورو انت بتتكلم على أعظم بطولة موجودة في العالم بعد كاس العالم أكيد تتكلم على منتخبات هي الأبرز والأعظم اللي بتشارك في كاس العالم فبالتالي المنتخبات دي كلها حالية موجودة في ألمانيا بتلعب بطولة اليورو دور المجموعات انتهى ودور الستاشرة هيبدأ من النهاردة ومرحلة النوك قوت هتشوف قمة الإثارة والمتعة مع مباريات صعبة جدا لما تتفرج مثلا النهاردة على إيطاليا سويسرا ألمانيا لدنمارك تشوف مثلا بعد بكرة فرنسا وبلجيكا تتفرج على البرتغال هولندا ورومانيا لا ماتشات صعبة جدا هنشوفها في اليورو الفترة اللي جاية لذلك في هذه الفقرة بينورني محلل رياضي وصحفي زميل عايش الحدث بنفسه ومتواجد في ألمانيا من قبل انطلاق البطولة بيحضر المباريات بيشوف التدريبات